موسيقى في الحالة دي هكلمك عن option متاح لك من برنامج ريفت بيساعدك لو في عندك اي مشكلة طعف المشكلة جاية منين عشان كده كل element عندك فيه البرنامج ديه الاي دي بتاعه ورقم بتاعه مخصص بيه فعلى سبيل المثال لو عملت زوم ان هنا كليك على الصوفة ديت المفروض ديها اي دي عايزة عرفه منين تعالي عند المانج الانكواري دوت اول كليك عندك او اول اي كون دي ال اي دي بالنسبة اللي انت دايس سيليكت عليه انا دايس سيليكت على الصوفة كليك عليها دي ال اي دي بتاعك ممكن تاخده right click مثلا copy بعد كده وجدت عندك message فيها arrow المسيج دي مكتوب فيها ال اي دي بتاع ال اي دي اللي علاقه بالإلمنت ال اي دي بتاعه فعايز عرفين ال اي دي انا مش عرف طبعا مش عرف كل ال اي دي بتاعتها فهاجي عند المانج الانكواري التاني بس مش اول اي كون هادوس في الحالة دي على select by id ما انا هاخد بقى ال اي دي الرقم ده وتاخده من message arrow سواء اكتبه بعد كده سجله فراء او اخده copy وهاجي هنا بقى على select by id وهادوس control v او paste وادوس show واريني فين ال اي دوت هو ده بعد كده دوس اوكي ممكن تعمل delete remove edit زي ما انت حابك يبقى انت مش مطالب تعرف كل ال اي دي بتاعه انت مطالب تعرف ازاي بتطلع ال اي دي بالنسبة لأي اي دي كليك على ال اي دي نفسها كليك على المانج اول click من inquiry هنا بيديك ال اي دي لكن لو جدت لك message arrow والايرو دوت مكتوب فيه ال اي دي بتاع ال اي دي اللي فيها مشكلة بتاخد ال اي دوت copy وبعد كده بتيجي عند المانج تاني اي كون هنا ليه select by id وبتدوس control v او paste وبتدوس show فين هو ال اي دي هو ده وعدل او اعمل اللي انت عايزه بالنسبة لو كزا حاجة مع بعض بتعمل select window مثلا عايز تطعف كل ال اي دي بتاعتهم manage show عندك ده كل ال اي دي طبعا بين كل اي دي والتاني فيه command صغير عشان يفصل بينهم ده بالنسبة ليه ال اي دي المهم بالنسبة لك طعف ازاي بتستخدمه لو جتلك message arrow وازاي بتطعف اي اي دي بانك بتدوس click على ال اي دي بتاعتك بالشكل دوت وبتيجي عند المانج او الايكون ده ال id بتاعك فلو جيت تعملت اعمل اي حاجة غلط مثلا اعمل wall فوق ال wall فهيجي هنا هستعمل wall وليكن اترايب دوت ال exterior zoom in واصلا فيه وال هنا ده فوق ده طبعا غلط هنا بقى ال warning message ال warning message بتقولك فيه مشكلة عندك وعمللك highlighted على المشكلة دي بتاعت ال walls overlap وبيقولك كمان اي المشكلة كتفصيل ويالحل بتاعتها ممكن يكون ايه تاخد بالك دايما من warning message فلو قفلت مثلا بشكل ده او دست على اي مكان واختفت من عندك المسج تعالى عند المانج تعالى عند علامة review بتاع ال warning وهنا هتلاقي المشكلة لسه موجودة عندك ده ال explain بتاعها او ايه هي المشكلة شوف ال warning كان رقم كام في الحالة ديت ولكن كان رقم اثنين تعالى ال wall اللي هو الاكستيريو بيعمل عندك highlight وهنا ال id بتاعك اهو ده ال id بتاع ال element عشان كده بعض ال id لفايدة بيقولك ال element فين ودوس على show بيجبها لك عندك zoom كويس بالنسبة انك ممكن تعمل حل ليها او تشوف الحل بتاعك ايه طبعا الحل هو كاتبولك هنا اللي هو use cut geometric مش دايما بيبقى الحل المتاح عندك بالسهولة ليه او قد بيكون عندك حاجات اصعب شوية حسب الكيس اللي انت فيها لكن لازم تعافوا لما بيجيلك ال warning message مكانها بيكون فين لو اختفت من عندك ويه ازاي لازم تقاها كويس وتحل لها وتشوف ال element اللي هي include المشكلة دي بال id بتاعها كليك على ايه وال بيعمل highlight عليه بالشكل دوت اشتركوا في القناة